مجددا أن نمسا تدعو إلى ترحيل اللاجئين إلى مناطق سوريا الأمنة وده كان في اجتماع وزراء الداخلية اللي كان في بازل وزير الداخلية جارد كارنر عاد الطلب مرة أخرى تقييم الوضع في سوريا كبلد يعاني من الحرب الأهلية منذ فترة طويلة عايز يقول أنه فيه مناطق المناطق دي أمنة نظام الحكم لا يمارس عليها أي ضغوط المفروض الأفراد اللي موجودين من المناطق دي يرجعوا بلادهم مرة أخرى قراءتك الخبر أضف على ذلك التطور الخطير الذي شهدناه في الأسبوع الأخير وهو موافقة البرلمان البريطاني على الترحيل إلى دولة ثالثة وتوقيعه مع دولة رواندا مع رواندا إلى ترحيل اللاجئين إلى رواندا وعقدت الاتفاقيات معها بشكل صحيح وقال رئيس الحكومة أنه فعليا سيتم الترحيل نعم الترحيل الترحيل ومن دون أي عائق وستعمل من دون أي ضغوط معينة فهذا ما كان ينتظره السيد كارل كرهة كارنار عفوان كرهة كارنار وزير الداخلية النمساوي أن بريطانيا استطاعت عقد أو هذه الاتفاقية بغض النظر هذا يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي أم لا ولكن السيد كارنار مصر على هذه الاصطوانة وهي ترحيل اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا ولكن بصراحة السيد كارنار هل عنده تعريف حقيقي للمناطق الآمنة في سوريا بغض النظر يعني نحن اتفقنا أمننا واتفق مع هذا الشأن فعليا تعريف سياسي اختصاصي أنه يوجد بسوريا مناطق آمنة لا يوجد تعريف على هذا الكلام لا في مناطق المعارضة ولا في مناطق النظام ولا في مناطق سيطرة الأكراد ولا في أي منطقة يوجد تعريف قانوني للمنطقة الآمنة وفعليا لا يوجد دولة على مستوى الاتحاد الأوروبي فعليا هي قامت بترحيل أحد إلى هذه المناطق الآمنة أضف على ذلك أن في حال هذا الكلام صح وفي حال صدق وفي حال حصل وهذا الكلام الترحيل يقع على من استاذ ممدوح يقع على المجرمين على المدانين على يعني من عنده إشكال ولكن الأخطر من ذلك الأخطر من ذلك أن اللجوء في النفس أنا أعلنها وأقولها على الهواء صراحة لكل من يسمعني ويروقبنا الآن اللجوء في النمسا خاصة للسوريين أصبح خطير جدا ولا أنصح أي أحد من الآن فصاعدا بأن يقصد النمسا كبلد للجوء لأن الوضع كارثي والرفض يعني رفض اللجوء صراحة صار شيء عادي جدا وما بالك إذا أصبح هذا المرفوض وقامت النمسا بعقد اتفاقيات مع المسيطرين على سوريا نظام معارض أي شيء صراحة ميليشيات إرهاب دواعش عقدت اتفاقيات مع أي أحد وقامت بترحيل هؤلاء إلى هذه المناطق هنا الخطورة أما من هو مدان بجريمة من هو مدان بعن في مخدرات فليذهب إلى الجحيم هذا فلترحله النمسا إلى الجحيم هذا لا أحد يسأل عنه لأنه هو مجرد بحق نفسه فلن نكون نحن أحدنا عليه من نفسه ونقف مقابل عدم ترحيله نعم فبالتالي استاذ نمضوح هذا موضوع ترحيل السوريين والمناطق غالبنا سيكون العنوان العريض للأشهر المقبلة وطيلت فترة الانتخابات ولا أستبعد أن تبدأ النمسا بالترحيل مع نهاية هذا العام